هل عدد التتويج سيكون فرصة لعادة الاعتبار للعب المحلي هذا من جهة؟ لمدى العندية الجزائرية تصل 3 سنوات 4 سنوات لنهائية أخر التتويج 9 سنوات لنطنت 2014 الموب 2016 نهزمه في نهاية الكاف شبيبة القابل في 2000 ضدها الرجاء البيضاوي أيضاً أو 2020 منذ 3 سنواتها تقريباً عبد المالك عبد اللاوي بكل صراحة هل المشكلة في غياب استراتيجية للفرق الجزائرية؟ ننصل في كل مرة لنهائية سواء رابطة أبطال إفريقيا أو لكأس الكاف هل المشكلة في غياب استراتيجية؟ هل هو الضف البطولة الوطنية؟ هل الضف مستوى اللاعب الجزائري؟ أم هي الكولسة والتحكم لعاكس الأندية الجزائرية في عدة المرات؟ أنا ممكن مبدأ من أخير الكولسة هذه نحطها في الأخير ولكن الاستراتيجية مهمة جداً يعني أنت لازم يكون عندك أهداف والأهداف هذه المتوسطة أو البعيدة أو القريبة والأهداف عايزها إمكانيات يعني النوادي الكبيرة أنت عارف من شباب الوزداد شباب القبائل تحت العاصمة مويد الجزائر هذه بشي يكون عندك لازم تسطر هدف ولازم تصبر عليه يعني ممكن استنى هادي ممشاتش استنى الثاني تقيم وتمشي للهدف الثاني ولكن أنا نشوف المشكلة استراتيجية ومشكلة استقرار خاصة وحسن حسن الاختيار أنت على المدرب واللاعبين والاستقرار دايماً على مستوى الطاقم الفني أو الإداري شوف قال كلم حسن رحلس فتفضل أمين فتفضل أمين قال كلم مليح بروفيتيت مهد لوكازون بش نكمل كلامية عمقبيل وش قلت انت قلت باللي ضعلم شارف ولا الطاقم الحالي مع عبد الحق بن شيخة ما يدخلوش روحهم صير لأسبيل تيكنيك هم سيدي ديريجون كما عبدوشوله يعرفوا كرة القادم عاشوا كرة القادم يفهموا لغة كرة القادم لو كانوا ديبني ويوي كانوا يجيبوا المدربين اللي يدكتو لهم ولكن مدام عندهم رؤية جابوا مدربين دو شخصية شعرف شخصية وبن شيخة أعطيك الصحة شعرف شخصية وكمبيتنس وبعبد الحق شخصية وكمبيتنس سوف يدير هادو تقدير تفنسي بيهم اللي كان تكون عندك بروشي هو وش كان يقول لك لو ما تخططش لو ما تكونش عندك استراتيجية ما عندك شورقاني قرام شخصية في فلوكا وما عندك ش لابوصل ما عندك شورك رايح أكسكو ركا حسبانيا ولا الشيلي ولا ركا هاي مفلوطيون يعني كان أشياء مهمة لما تكون منظم شوف جيش تاع مية جندي يغلب منظم تاع مية جندي يغلب جيش غير منظم تاع عشرالف جندي سوف يدير الستراتيجية اللي أقريز اللي أهمية لحسن نظاف هل يغلب سناني في الجزائر كور صراحة؟ نعم يغلب سناني في الجزائر موسيقين على شكلة موحنشريف حناشي الله رحمه ورحمه ورحمه الله نعم كان موحشريف حناشي كان موحشريف حناشي كان موحليخ كان بزاف كان تاع الحراش وسمو كان بزاف كانوا قايمين على الفريق ويمدوا الأموال ويمدوا الإمكانيات كان تتويجات حناشي كان تيتر أفريقا عنده خمسة أو خمسة بالفعل نعم لكل حال حناشي كان لكل حال حناشي يعرف كما يقولك مليح كورت القادم ويعرف اللاعبين مليح وتما كانت عنده مقبل كانت الفريق كان عنده تما قاعدة تكسا مشي حاجة جديدة تقاليد 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 مع محييد دين خالف ومقبل عبو سعد بن قاسي كرئيس مهم جدا مهم جدا أنه الفرق الكبير تكون دايما في المربع الدائبي تعكس الفريق أو الاتحاد الفريقي أو ربيط الأبطال لما تكون دايما عندك التقاليد ممكن مع الوقت تقدر تتتوج وتقدر صحح الوضع بالفعل إلى النهائي شباب بلوزداد المسيطرة على البطولة الوطنية لأربع سنوات متتلية وجمعية شلف بمدرب مخضرم محترم متوج بأربعة كؤوس للجمهورية وبلعبين أيضا متميزين في جمعية شلف لأنه لايسو لو عنده الإمكانات المادية ومؤسسة أو شركة أعتقد جمعية شلف هي أيضا من الفرق العنيدة في الرابط المحترف الأولى لكرة القدم مشي من خلال من خلال مباراة الصورة فقط ومن خلال عديد مباراة للشاهدات لفريق لايسو عندهم لائبين في المستوى نجيدك أمين كل صراحة راح يكون نهائي واعد مفتوح على كل حق المالات أنا فرحت لهم بزاف شباب بلوزداد نقولوا راح مسيطر على الكرة الوطنية راح يزحف عليها كما نقولوا مبروك على شباب بلوزداد لنهائي ولكن فريق جمعية لن يشلف أنا برسونال مو توجدوا كانت عندي سيمباتي لهذا المنادي ولا لا لا لشلفه لأنهم مدرسوا وخرجوا لعبين كبار في كل أوقات بوهلا مكسي طاليس بن علي بن علي بن علي بن علي بن صالح عبو بن صالح عدي اللعب منتزل حاجي حاجي عدي اللعب منتزل سوداني سوداني بارك لعبين ما شاء الله ومنطقة هذي كل فيلتع شلف يحبو بذلك كرة القادم الفريق شلف أبهارني في النصف النهائي طريقة اللعب تحهم العقلية من ناحية الدهنية من ناحية التقنية عندهم لعبين مهرين طبقوا كورة جميلة في أرضية من أروع ما يكون عندهم مدرب محنك ما يزعفوش علي صحاب سير بي أنا ما عندي ش اختيار لما يرقاني ولكن كالكوبر نتمنى فريق شلف لازم فريق كما دي كي تلحق نهائي من التواج سير بي سيتان سبيسياليس دي لاكوب فهمت موالفين ربحوا لاكوب وعندهم كل إمكانية باش ربحو هو نهائي مفتوح على كل حال نهائي مفتوح نتمنى يعني يكون أرواح ما يكون حبيت ندير برك ملاحظة باش كامل كامل ستفضل باش لا تضع مدام الناديين لابس لنفس الألوان رح نقعدون تصوروا الملعب كيف رح يكون قا حمر وبيض أنا نتمنى يكون التقاء بين الناديين والمع المسييرين يتفهموا واحد ياخد بيض والآخر ياخد حمرا كساس واف إلي العب بها النهائي ولا تكون قرعة ولي سبورتير يعني لو لابسوا بيض الجماهير قاعد تكون بأعلم بيوضة ولي بلون يعني باش نفرقوا هذي هذي تتويد جميع تتويد طبعا سنتيم لا ما قلت لك لا ما يجيبش عبد الملك ابن علاء لا ما عليش ابن حي بيلكور لا نفرح لهم لو يفتوجوا ابن حي بالوزدد نفرح بالوزدد كذلك طبعا الشاهد والتاريخي بكل شرح قبل الحديث لأنه اليوم شاب وزدد لو يتوج هتقول عنده تنائية تنائية منذ لقران شباب لحصل الله الماض الله يرحمه عشر قالام سعينة عبروق جمعة مدني سيتون لقران دي كيف بمناسبة نعزي بالليلي لأب سابق لشباب ميكانيك بيركور سابقا بالليلي الله يرحمه إبل حيرويسو ولأب سابق للوامر بكل صراحة سؤالي لك قبل حديث عن النهائي الانتقادات الحالية لنبيل كوكي بكل صراحة كيف يراها التقني واللعب السابق للفريق عبد المالك عبداللهوي أكيد لما يكون عندك هدف مسطر لكي توصله وتخفق فيه أكيد ستكون فيه انتقادات للمدرب وهذه معروفة على مستوى كورت قادم أنه لما المدرب ما يوصل لهدف أنه يكون فيه انتقادات ولكن يعني النهائي هذا أنا بغض النظر عن النهائي أريد أن تسمع رأيك تكنيك موك أن تكنيسيان فلأملت لأنه بل كوكي بس كثير الناس تنتقد اللعب بس أنا وش شاهدت مع النجم مقرأ وش شاهد بعض المباريات سيار يخرجون بالبالون تحس باللي كان يعمل يعمل مع اللعب ينتعو في الموفمون في اللجهة في التمارين أنا الناس ينتقد اللجم اليوم لكوكي ما فهمت دوك بيوت لالجوار نتقدر شي ما تاك تاك والجوار ما يمركيش أشكل البرو بيوت وشاهد مثلا مع مقرار ضيئ أكتر من ثلث أو أربعة فرص حتى نكون مصيفين لا نحن نتبع في هذه القافلة قال لا نحن نجو في الإعلام لكي نردو صحاب الفيسبوك لكي نكتب لكي نحن أعطينا الصحة ونحن على الكوكي لا 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 نضلم كان مدرب وصل لنها الجمهورية قادر يتوج بيتونائية وصل كارديو فينال لكاس ربي تأطر في القياة لا 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 عمره مكان مدرب أجنبي نقطة إلى السطر ونمسؤول على كلمة تاكتيك مو تاكتيك تعني كيف يشوف عبداللوي كل صراحة والله أنا ما تابعت كثير آخر مباراة يعني آخر مباراة أنا شفت المباراة ممكن تعكس كاس فريقيا يعني ربي طلب طال الفريق كان أنا عجبني فريق شباب الوزداد في المباراة اللي فاتو تعال ربي طلب طال يعني كان فريق يعني جيد مشى يعني في مشوار جيد ولكن أنا ممكن الإخفاق تعال الربع نهائي هو اللي خلال الفريق يرجع شوية الورا وهذه نعرف فكور القدم وهذه قولك ما يدور شكيلها كان المشكل في عدم تدوير قلق عنده لائبين ولكن مركز إلا على 13 14 اللعب اللي يلعبوه هل هذا خطأ وقاف هنا بالكوكي فإذا عندك تلت تحديات ربما وقاف في أخطاء أكيد يعني لازم يتشكيلها تدور تشكيلها خاصة لما يكون عندك إخفاقات لازم أنت تبحث على حلول جديدة مش نفس الفريق نفس الطريقة ليلعب ممكن تغير طريقة ممكن مباراة تبحث لأمور تعمل تقييم كل أسبوع تقييم كل مباراة تعمل تقييم ودائما تبحث على التشكيل الميتالية ما تغير شي كتير ولكن حاول تغير واحد أو اتنين ممكن باش الفريق يتطور ولكن أنا نشوف الخسارة تع صندوس هي اللي سقطت الفريق شوي نفسيا وهالحين نهائي ونهائي كما يقول 50-50 50-50 وأكيد أنا أتمنى شباب الوزداد يفوز ولكن تاني أنا أبارك أخ وصديق عمراني وإن شاء الله نتمنى نشوف المباراة في المستوى في نهاية لحس النظاف نعود أن نذكر في الستور تعلقون شباب جامي دومي فينال لا يكون بيبليكا نعرف CRP CRP يستطيع حمل وقاية عمر عارشي بعد الفتنة وبعد أطرافين تغذي في الفتنة يا ناس الفريق رمان بوعد مع التاريخ سيفري لقلون شباب داليتي داكو بضاجير دا الشابيون دا تونائية بس حقيقي براهي حتى دي تونائية دوك إلاك الانتقادات والإدارة العالية بس نعود نذكرها جد في وسط طريق ما عندها تدخل لا في المدرب لا في اللائبين لا في الانتدامات لما يحدث للفريق حتى نكون مصيفي لحس النظاف بول CRP ومارك على كل حال اختراب بيت كما يقول أروعي ما يكون المقابلة ويسجل لخالة أخيرا شباب بالوزداد هذا العام هذا أنا نقول كوكي ما عندك ما 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 يعدر إليه كوكي على كل حال عنده مستوى لكان ما عنده مستوى موش أول موش حكم المرتبة كما يقول ك وماروش فيناليست ووش دارو في دومي مع سونداوس كارفين لا ماشي هو بس شفت شباب نتبعتهم شحم خطرا كانوا اللعبو بطريقة مميزة هذا كل ماتش رمضان سيتم أمور العيد صارت أمور صارت كلمة كاش واحد كات جوار غائبين موش تاكتيك تماما لا موش تاكتيك كان أمور لو مصار وداخل نادي إن شاء الله يحلوها ستكون لأنا أمين عزوز تفضل بشرتوح جمعية تشلف عمراني توج آخر كاس أول آخر كاس في عامراني مع جمعية تشلف في 2005 وقود جمعية تشلف تمني الناس بتتويج تاني بجاماهر أيضا انتقلت بقوة ونحية تصريحة مونير زغدود اللي كانت موضوعية منطقية جانت الأمان مونير زغدود كما كان لعب كما مدرب برافو بارك الله بالنسبة لفريق شلف يعني عنده فرصة كبيرة بش يزيد بول سير بي بول سير بي كذلك نعم أنا وش حبيت نقول لك على الكوكي أنا سير بي على بنا بلي بش ننجح الفريق ينجح لازم الاستقرار ورانا على بعد سبع مقابلات مباراة على نهاية الموسم خلي وهيد البيلون تاعه الفريق رو يمشي رو يفوز مامو لا كان بعض طاعة طورات أحيانا والفريق ينجح مقابلات كبيرة ولكن على العموم أنا أشتهم في المقابلة الأخيرة شتلي برميطات بين الجوار شتلي سير بلون تاكتيك يلاعبون مليح يلاعبون بدون يفهمون باللي يلاعبون في الإنترون ويلاعبون البتتوش هادو يخرجون بكورة تحس بل تحس بل تحس بل ما تحس بل أرجو المدرب ومدرب لا تحس بل لا تحس بل عند الفريق عندما قلت أنت من الفريق كيف يفوز بالكاس لا يجب أن يفهموني أنصار شباب بالوزداد لأنني أقول ميورغان لا يمكنك سير بي أنا معروف بل أنك سير بي نحبهم بزاف سير بي بدليل كنتم راح نشوف قاعدني ما اشتحهم في سنوات لم أضع ولكن قلت لك هذا الفريق قانا يميريت يلعب يكون عنده شريكة يميريت يعطي له إمكانيات لأن هذا الفريق في النصف النهائي يشتوا أمام شبابة القبائل داروا ماتشن سفر سفر كانت شبابة القبائل في أجل أشد الحاجة إلى اللي قد وشدوهم زروا زروا فريق كاين كاين لعبين كاين لعبين كما قلت وسنعود طبعا للعديد على النهائي طبعا في الأعداد القادمة حتى يكون طبعا هناك توازن ما بين جمعية شلف وأيضا ستكون فرصة لما لا أستدعي لأيبين ما حبيتك لماذا كامال سبح لي هبلتك اليوم شوية حبيت نقول باللي فريق شلف يستهل النهائي كي لم يقولوا باللي خدموا لهم باش يلحقوا لي النهائي ما خدموا لهم موالو قاع لي فيكتوارتحهم فلاكو بولا كانوا مستحقين وجابوهم على أرضية الميدان ونعود نذكر عن المرة للمرة الألف للمرة الألف الأمين الوقت طبعا دهامني مرضو تشلف ولائب يشلف ومدرب جمعية تشلف لا ينتظر مدور باش يوصلوا للنهائي نقطة إلى السرط نلتقي في الجزء الثالث تبقوا معنا موسيقى موسيقى موسيقى